الأخبار من الحدث رئيس الوزراء اليمني يدعو لدعم بلاده لإنهاء الانقسام الذي عطل مؤسسات الدولة وللحصول على لقاح الكورونا إحباط هجوم حوثي على قوات الجيش اليمني والمقاومة في جبل مراد بمأرب والميليشيات تتكبد عشرات القتلى مركز مسام ينزع أكثر من ألف لغم زرعها الميليشيا الحوثي في اليمن خلال الأسبوع الثالث من ديسمبر نحييكم من قناة الحدث قال معين عبد الملك رئيس مجلس الوزراء اليمني إن جوهر اتفاق الرياض الذي تم بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي تمحور حول إنهاء الانقسامات بين اليمنيين مضيفا إن المخاض كان طويلا للوصول إلى اتفاق سياسي لتشكيل الحكومة الجديدة التي جاءت لإنهاء الانقسامات الكبيرة التي عطلت عمل مؤسسات الدولة وواصفا الحكومة الجديدة بأنها حكومة وحدة وطنية وليست مخاصصة ورأى رئيس الوزراء اليمني أن إنهاء الانقسام سيمنح الحكومة مساحة لحل المشكلات كانت عصية في السابق مشيدا بدور السعودية البناء منذ 2011 حتى الآن حيث عملت على إنهاء الانقسام بين اليمنيين ونافيا أن تكون السعودية قد مارست ضغوطا من أجل فرض أسماء في تشكيل الحكومة الجديدة ودعا رئيس الوزراء اليمني الدول العربية لأن تتبع نهج السعودية في اليمن واصفا السعودية ودولا عربية بأنها سند لليمن في تنفيذ إصلاحات اقتصادية وحول أزمة كورونا كشف معين عبد الملك أن الحكومة اليمنية تتحدث مع البنك الدولي لدعمها في الحصول على لقاح كورونا مشيرا إلى أن اليمن لن يتمكن من الحصول على لقاح من دون مساعدة الدول الصديقة هذه الترتيبات مر هنا باللجنة الأمنية العسكرية والتي تبدل فيها المملكة العربية السعودية جهود حدثت انسحابات مهدت لإعلان الحكومة لكن الموضوع لا يتعلق فقط بالانسحابات هناك آلية طويلة فيما يتعلق بالملف الأمني والعسكري فيما يتعلق بالدمج وغيرها لكن حاليا محافظة والقوى الأمنية تجري بعض الاستعدادات وهناك بعض الترتيبات ستستكمل بناء على الانقاشات في اللجنة الأمنية العسكرية جوهر اتفاق الرياض يتحدث عن إنهاء الانقسامات يمكن عن مسؤول سياسي إعلان الحكومة لكن فيما يتعلق بالقوى الأمنية والعسكرية هناك دمج هذه القوى في إطار وزارة الداخلية هناك الكثير من الملفات في هذا الجانب لكن ستأخذ وقت وهناك جاري العمل على هذا الموضوع في اللجنة الأمنية العسكرية وصف وزير الدولة لشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة بتطور الأهم في الأزمة اليمنية لهذا العام وقال في تغريدة له إن جهود السعودية الحثيثة ثبتت اتفاق الرياض لما هو في مصطحة الشرعية وكافة القوى المعارضة للانقلاب الحوثي مشددا على أن المبادرة الآن هي في يد اليمنيين للبناء على الاتفاق والبحث عن حلول تنهي معاناة الشعب اليمني أحبطت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية هجوما لميليشيات الحوثي في جبل مراد جنوب محافظة مأرب وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة إن العشرات من العناصر الانقلابية سقطوا بين قتيل وجريح أثناء محاولتهم الهجوم على أحد المواقع العسكرية للجيش الوطني في أطراف جبل مراد وأضاف المصدر إن مدفعية الجيش الوطني استهدفت مجاميع حوثية حاولت الفرار من المعارك بالتزامن مع استهداف طيران تحالف دعم الشرعية تعزيزات كانت في طريقها لموقع المواجهات ما أسفر عن تدمير كل الآليات والأطقم التي كانت تحمل تعزيزات بشرية وأسلحة وذخائر ومقتل جميع من كانوا على متنها ومن مديرية حيران في محافظة حجة ينضم إلينا موفد الحدث هاني أصفيان مساء الخير هاني وأهلا وسهلا بك يعني بداية ما أهمية صد هذا الهجوم العسكري يعني الذي حصل في منطقة مأرب أهلا بك وأهلا بمشاهدي قناة الحدث طبعا العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش اليمني والمقاومة بدعم من التحالف هي لا تختلف عن هذه العمليات في صدها اللجوم عن باقي الجبهة الأخرى هناك ترتيب عسكري ينفذ الجيش اليمني والمقاومة بدعم من التحالف لتحرير باقي المحافظات والمديريات اليمنية التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية طبعا هذه المحاولة أو إحباط الهجوم كانت محاولة من قبل الميليشيات الحوثية لاستغلال هذا الوضع لكن تم صده من قبل المقاومة والجيش اليمني في جبل مراد هناك نعم محاولات يوما بعد يوم من قبل الميليشيات لاستغلال هذا الموقف من قبل الجيش اليمني لكن هناك تمركز وأيضا هناك قوات على الأرض تحمي المناطق التي سيطر عليها الجيش اليمني خلال الفترة الماضية لا أنسى دور طيران التحالف في هذا الأمر من خلال استهدافه على العربات والمركبات الأسكرية هناك يوميا ما لا يقل عن أكثر أو أكثر من 200 عنصر من ميليشيا الحوثي يقتلون على جبهات المعارك سواء في مأرب أو أيضا هناك في الجوف أو أيضا في المحافظات الأخرى التي يتمركز فيها الجيش اليمني في حجة وكذلك صاعدة تطورات العسكرية ما زالت المستمرة هناك تمهيد ومرحلة قادمة لبدء عمليات عسكرية سوف ينفذها الجيش اليمني والمقاومة بدء من التحالف يعني العمليات التي ينفذها الجيش اليمني وقوات التحالف تصاعدت بعد الاتفاق الذي حصل وعملية تشكيل الحكومة الجديدة في اليمن نعم هو ليس فقط عملية تصاعد ولن إنما هي عملية ترتيبات عسكرية كان يخطط لها الجيش اليمني والمقاومة الكل يعلم طبيعة التضاريس التي يخوضها الجيش اليمني وأيضا المقاومة في بعض الجبهات هناك عمليات المراقبة وتحليق طيرا التحالف الذي لا يهدأ يوميا كل ليلة وأيضا في الساعات الصباح الأولى من خلال استهدافه للمركبات العسكرية وثكنات التابعة لميليشيا الحوثي يقابل هذه العمليات العسكرية أمر مهم أيضا الدور التحالف في تنفيذه العمليات إنسانية من خلال نزوح العديد من المواطنين اليمنين الذين قدموا من مناطق الصراع ومن مناطق التي تخضع تحت سيطرة الميليشيات الحوثية إلى المناطق الآمنة التابعة للشرعية اليوم نتحدث في مأرب وصل عدد النازحين إلى أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون نازح بسبب انتهاكات الميليشيات الحوثية اليوم نتحدث في محافظة حج أيضا وصل عدد النازحين إلى أكثر من خمسين ألف نازح قدموا من مناطق التي تخضع تحت سيطرة الحوثيين إلى مناطق الآمنة في الشرعية اليوم هناك مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وبرنامج إعادة إعمار أو برنامج السعودي لتنمية وإعادة إعمار اليمن يقومان بتنفيذ مشاريع من أجل تخفيف المعاناة لهؤلاء النازحين سواء من توزيعهم لسلال إغاثية أو أيضا لتوزيعهم من خلال وإنشاء محطات لتحلية المياه وكذلك توزيعهم للبطانيات وإيجاد مرافق تعليمية وإنشاء مرافق تعليمية وطبية من أجل استكمال أو إكمال حياتهم في هذه المناطق الآمنة باختصار هل اليوم المواقف التي أتت مؤيدة للحكومة اليمنية الجديدة والالتفاق الذي حصل ولسيما من الإمارات أيضا ومن المملكة العربية السعودية ومن غيرها هذه المواقف تساهم في دعم وحدة اليمنيين وفي المواجهة مع الحوثي صحيح سأتحدث عن الردود الفعل هنا عن المواطنين تحديدا في محافظة حجة التي نقوم بتغطيتها هنا من خلال ما تغطيتني لباقي المحافظات هناك ارتياح كبير من قبل المواطنين وكذلك النازحين للاتفاق أو استمرار ارتفاق رياض وأيضا تشكيل الحكومة وأيضا من خلال الاتفاقية الأخيرة وبدء مرحلة جديدة ووحدة سيادية ووحدة للمواطن اليمني اليوم تبدأ من خلال هذا ارتفاق وتشكيل الحكومة هناك تطلعات وهناك طموح لهؤلاء المواطنين في استمرار والعملية المدنية لهم ولباقي منهم في المحافظات الأخرى شكرا لمفدنا هاني صفيان الذي كان معنا مباشرة من محافظة حجة شكرا أطلقت رابطة أمهات المختطفين نداء استغاثة عاجل من أمام مكتب الصليب الأحمر لإنقاذ خمسين معتقلا من سجن الأمن السياسي بصنعاء وطالبت الرابطة خلال وقفة احتجاجية للأمهات بسرعة تقديم الرعاية الصحية العاجلة للمختطفين المرضى والإفراج الفوري عنهم من دون قيد أو شرط محملة ميليشيات الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة المختطفين وسلامتهم واستنكرت الأمهات الإهمال الطبية الذي يعاني منه المعتقلون في سجن الأمن السياسي من دون مسوغ قانوني وطالب بيان للأمهات المبعوث الأممي والمنظمات الحقوقية بالضغط على ميليشيات الحوثي لإطلاق صراح جميع المختطفين المرضى والمخفيين قصرا انتزع المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن مسام والتابع لمركز الملك سلمان للإغاثة بآت الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا متابع حصيلة الأسبوع الثالث من ديسمبر 2020 المترجم للقناة في ملف جرائب الميليشيات الإنقلابية في صنعاء المحتلة هدمت ميليشيات حوثية صورة ثاني أكبر مسجد في صنعاء وهو جامع الفردوس وطردت خطيب المسجد كما أغلقت مسجد النساء ومركز تحفيظ القرآن وهدمت السور ونهبت الأراضي الملحقة به لتحويلها إلى استثمار خاص نشرتنا مستمرة وفيها بعض الفاصل الحوثيون يصدرون أوامر لتسمية الجامعات والمراكز بأسماء قتلهم ويبتزون الطلبة تحت مسمى المجهود الحربي اشتركوا في القناة مهمتنا قول الحقائق كما هي في عالم مليء بالأحداث عالم لا يتوقع عملنا أصبح جزءا من حياتنا بعيدا عن المشاعر لنعكس الواقع كما هو كل مننا على حدة كان جزءا من القصة القصة التي تتجدد كل يوم الحدث كل مجد جديد لأننا ننفرج بالوجود في بث إخباري مقتصل لأربع وعشرين ساعة لأننا نستطيع أن نطرح الأسئلة الأداء للحصول على إجابات أكثر دقة أصبحنا الحدث ترك مدينته المحروقة بلا وجهة ركب البحر بحثا عن الحياة فغدرت أمواجه ولم يخلص ذلك القارب الصغير فمن الذي نجى؟ هذه قصة مئات آلاف من السوريين ونتابع النشر من قناة الحدث في ملف الميليشيات الحوثية الانقلابية وتحديدا جراء خسارها البشرية في الجبهات أصدرت ميليشيات الحوثي تعميما جديدا لوزارة التعليم في صنعاء يقضي بتغيير أسماء الكليات والمراكز والأقسم واستبدالها بأسماء قتلاهم هذا التعميم يتزامن مع ما أطلق عليه أو ما تطلق عليه الميليشيات أسبوع الشهيد وتحاول من خلاله استقطاب عناصر جديدة من خلال إظهار اهتمامها بقتلها خاصة بعد إيقافها لصرف في مرتبات قتلها الشهرية ودفعها فقط كل شهرين بواقع نصف راتب لا يتجاوز الثلاثين ألفا نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصادر في صنعاء أن ميليشيات الحوثي تواصل منذ نحو أسبوع حملة نزول ميدانية إلى المدارس لجباية أموال من الطلبة بحجة جمع تبرعات لصالح المعلمين المحرومين من رواتبهم ثم تحولها لحساب مجهودها الحربي وأضافت أن الفرق الحوثية ترفض أخذ الظروف الفارغة في حال لم يمتلك الطلبة أي أموال وتطالبهم بإعادتها في اليوم التالي كما أكدت المصادر أن حالة من الرعب سادت بين أطفال المدارس نتيجة المظاهر المسلحة المصاحبة للفرق الحوثية وأشارت صحيفة الشرق الأوسط إلى أن الحملة جاءت بعد أيام من اقتحام الأمن النسائي الحوثي الذي يطلق عليه الزينبيات للعشرات من مدارس الفتيات في العاصمة لتوزيع كتيبات حوثية وإلقاء حصص طائفية كما هددنا المعلمات ومديرات المدارس التي يرفضنا السماح لهذه الممارسات بالفصل أو بالسجن وكشفت إحدى المعلمات عن أن إدارات عدد من المدارس تنهب شهريا مبالغ ما تسمى بالمشاركة المجتمعية التي يتم جمعها من الطلبة بغرض إعطائها للمعلمين كبدل مواصلات وتقوم بتدويرها لصالح الميليشيات وذكر مصدر محلي في صنعاء أن الجماعة الانقلابية أجبرت قبل أيام منظمة اليونسيف على إيقاف صرف المساعدات المالية التي كانت تصريفها لعدد من المشاريع وينضم إلينا من القاهرة عبد الحميد المساجد الصحفي والمحلل الاقتصادي اليمني مساء الخير أستاذ عبد الحميد وأهلا وسهلا بك في قناة الحدث بداية كيف تنظر إلى بعض هذه الممارسات التي ذكرناها والتي تشير إلى أن هناك صعوبات جمع تواجهها ميليشيات الحوثي من الناحية المالية ومن الناحية الاقتصادية فيما يخص الصعوبات المالية التي تواجهها جماعة الحوثي أعتقد هناك وثيقة سربت وكشفت قبل شهر تقريبا صادرة عن البنك المركزي فرع صنعاء يبين حجم الميزان للنفقات للجماعة الحوثي هي أنفقت تقريبا أكثر من تريليون خلال عشر أشهر وأعتقد أنها تعاني من أزمة باعتقاد الشخصي أنه كلام غير دقيق وربما الحقيقة أنها تريد التبرير عن تنصلها عن دفع رواتب الموظفين وعن دفع التزاماتها تجاه المواطنين في مناطق سيدرتها ليس إلا باستطاعتها أن تحشد كميات كبيرة من الأموال في مناطق سيدرتها رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنون ولكن نتيجة لتركز النشاط التجاري في مناطق سيدرتها بما أعدل أكثر من 60% من نسبة النشاط التجاري في الجمهورية اليمنية فباستطاعتها حشد وجمع مزيد من الأموال في كل مرة وبذرائع ولافتات مختلفة سواء الأسبوع الشهيدة والصرخة والولاية والغدير أو غيرها من المسميات المستوردة في الأول والأخير جماعة الحوتي لديها قدرة كبيرة في جمع الأموال ولديها شبكة من الإتاوات التي تفرضها بين نحين والآخر على المواطنين بمختلف شرائحهم سواء كانوا طلابا أو مواطنين أو حتى تجارا ورجال أعمال نعم أيضا بالنسبة للمناطق التي تقع تحت سيطرة الشرعية اليمنية هل كل هذا الاتفاق الذي جرى وعملية تشكيل الحكومة الجديدة هل بدأت المعالم الاقتصادية الإيجابية لهذا الاتفاق بالظهور هل بدأ المواطنون بالفعل يشعرون بأن هناك شيئا ما قد تغير جراء هذا الاتفاق الذي حصل وجراء عملية تشكيل الحكومة الجديدة بكل تأكيد الاقتصاد بطبيعته هو قائم على ليد الخفية التي تحرك الاقتصاد وهو القائم على الثقة بما أنه في كل فترة تشهد فيها البلاد مزيد من الاضطرابات الأمنية والسياسية يشهد الاقتصاد هناك علاقة طردية بين الجانب الأمني والسياسي والاقتصادي الآن بعد الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة لاحظنا ارتفاع قيمة الريال اليمني أمام الدولار الأمريكي بعد أن كان بمستوى 950 الآن صار 760 صباح اليوم وهذه نسبة جيدة تعطي تفاؤل ينبغي أن تعطي دفعة للحكومة لممارسة مزيد من الصراحيات لإعادة موضعة الريال اليمني في مكانها الصحيح لأنه حدثت هناك مضاربة قبل تشكيل الحكومة ونتيجة انتزاع الثقة بين المواطن والحكومة الآن أعتقد هناك هذه تعتبر أنباء جيدة وتعكس عن أولى ثمار تشكيل الحكومة في هذا الموضوع أيضا الذي له علاقة بالوضع الاقتصادي والوضع المعيشي للمواطنين كانت هناك معاناة كبيرة للنازحين اليمنيين إضافة للسكان الذين يعوشون في المدن جراء ملاحقة بالبنى التحتية جراء عدم وجود مساعدات جراء الكثير من الأمور التي تحول دون توفر الأمور الأساسية في بعض المناطق اليوم كيف سيتم العمل على هذا الموضوع من أجل تأمين هذه الحاجيات هل هناك خطة واضحة؟ أعتقد هذا السؤال هو ما ينبغي أن يطرح على الجهات المسؤولة في الحكومة الجديدة وأنا وغيري أن تسأل ولكن نأمل جميعا أن تكون هناك خطة واضحة المعالم عبارة عن أولويات إصلاحات اقتصادية تقوم بها الحكومة الجديدة تتعلق أولا بتوفير الخدمات للمدن والمحافظات المحررة بابتداء من الكهرباء مرر إلى المياه وإضافة إلى ذلك فيما يخص المراقبة أسعار السلع وتوفير الاعتمادات اللازمة لاستيراد السلع والعمل على أنها مراقبة بما يضمن عدم المغالاة في السلع الأساسية للمواطنين أيضا هناك أولويات اقتصادية ينبغي على الحكومة أن تركز عليها خلال فترة الأولى وهي العمل على الحفاظ على العملة الوطنية لأن تدهور العملة خلال فترة الماضية فاقم من الأوضاع المعيشية للمواطنين سواء على مستوى ارتفاع أسعار السلع سواء على مستوى التضخم الكبير وفقدان العملة الوطنية لقيمتها أصبح المواطن اليمني الذي يتحصل على راتب غير قادر أن يعمل به شيء وهناك كثير من الأولويات التي تقف أمام هذا الحكومة لتنفيذها خاصة فيما يخص حشد الإرادات وتوحيد أوعيتها وتوريدها جميعا إلى البنك المركزي ومن ثم أيضا ترشيد النفقات أمام الحكومة أيضا مسألة مهمة هي ترشيد النفقات من أجل إدارة الملف الاقتصادي بكفاءة واقتدار لأنه هناك ارتباط وثيق يعني لكي تعطي نموذج إيجابي خلال فترة القادمة عليك أن تدير الملف الاقتصادي بكل حرفية واقتدار شكرا لعبد الحميد المساجد الصحفي والمحلل الاقتصادي اليمني الذي كان معنا مباشرة من القاهرة قالت مصادر محلية إن ميليشيا الحوثي التي تواصل قمع الحريات والتضييق على طلاب وطالبات الجامعات الحكومية والخاصة في صنعاء فرضت على إدارة الجامعة تخصيص قاعات دراسية خاصة للطالبات وعدم السماح بارتداء العبيات المفتوحة أو البنطلونات القصيرة وكانت ميليشيا الحوثي قد فرضت على الجامعات اليمنية مطلع العام الدراسي الجاري الفصل بين الطلاب والطالبات في أداء المهام الدراسية ومشاريع التخرج كما منعت إقامة حفلات التخرج في الجامعات الحكومية والخاصة بمناطق سيطرتها ميليشيا الحوثي عمدت منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء إبان انقلابها على الشرعية إلى قمع الحريات الشخصية والتضييق على المواطنين ومؤخرا أغلقت المقاهي والمنتزهات بذريعة محاربة ما أسمته بالاختلاط كشف تقرير لمنظمة الهجرة الدولية أن أكثر من 200 أسرى يمنية نزحت من مناطق سكنها خلال أسبوع واحد فقط أغلبها بسبب المواجهات العسكرية وأوضح تقرير المنظمة الأخير أن فرق العمل التابعة لها وثقت نزوحة 206 أسر تضم أكثر من 1200 شخص خلال الأسبوع الماضي العدد الأكبر منهم في ثلاث محافظات هي التعز والحديدة ومأرب وذلك بسبب استمرار القتال أو الكوارث الطبيعية مشيرا إلى أن أعداد النازحين منذ مطلع العام حتى الأسبوع المنصرم بلغت أكثر من 28 ألف أسرى تضم أكثر من 170 ألف نسمة الأخبار من الحدف رئيس الوزراء اليمنى يدعو لدعم بلاده لإنهاء الانقسام الذي عطل مؤسسات الدولة وللحصول على لقاح كورونا إحباط هجوم حوثي على قوات الجيش اليمني والمقاومة في جبل مراد بمأرب والميليشيات تتكبد عشرات القتلى مركز مسام ينزع أكثر من ألف لغم زرعها ميليشيا الحوثي في اليمن خلال الأسبوع الثالث من ديسمبر تابعوا قناة الحدث على منصات التواصل الاجتماعي وتفاعلوا معها إلى اللقاء اشتركوا في القناة